موسيقى 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 وعديد يعني أعوام وأعوام ولي فيها ذكريات عديدة جدا من مخرجين ومدعين ومقدمي برامج كانوا لمعوا في فترة ما بخصوص النجيب الخطاب أكيد أستاذي وصديقك وزميلك نجيب الخطاب خلينا نعطيه فكرة لمحة للجيل الجديد عندما نقول لعب الكريم من صحابه نقول هذه الألحان نقول هذه الأنغام موسيقى 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 وغم سرين وانا وليه ليل الليل وقلبي الشريط خدار ماندار حاش بعينك ست الهدف مانضار مانضار خدار خدار فران فراج بيني وبينك يا بنت جولي الواهي الواه خدار خدار مش عولي حرسينك مش عولي حرسينك ولا الجدار برمات خدار 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 هو الحقيقة هذا غيظ منفايد الحقيقة أنت عندك تقريبا 150 أغنية ملحنة لكن أنا كيف ما قدمتك في البداية حضرتك الملحن وحضرتك المطرب كذلك وحضرتك أول ملحن يعمل حفلات يعني ويعمل مجموعة خاصة به في تاريخ الأغنية تونسية وكذلك حضرتك الأكاديمي نتعرف أكثر على ضيفنا هذا المسافق هو عربي عبد الكريم أصحابو في الورقة التالية تفضل عبد الكريم أصحابو اسم ساهم في تغيير المشهد الغنائي التونسي في ثمينينات القرن الماضي وكذلك مطلع التسعينات هو الملحن الساحر الذي تنجح أغانيه جماهيريا وتعيش في أرواحنا نحفظها نتناقلها في خزينة قلوبنا جيلا بعد جيل منذ صباه الأول هام بالغناء والعزف التحق بالمعهد الرشدي لدراسة الموسيقى على أيدي أساتذ كبار كعبد الحميد بالعلجية وقدر السرارفي فتشبع بالمقامات الموسيقية وحفظ الأدوار والموشحات وتعلم عزف العود والكمنجة واتقنها أيما اتقان عبد الكريم صحاب المطرب يدخل غمار مسابقة نجوم الغد في السبعينات بدعم من شقيقه الصحفي والسياسي المعروف عمر صحابه ويتميز أيما تميز في أدائه هو صحيح الهوى غلاب ويسحر لجنة التحكين عبد الكريم صحابه بقدر ما يحب السفر يخافه لكنه سافر كثيرا لتقديم فنه في عشرة البلدان ولكن تبقى عالق بباله سفرة أمريكا بدعوة من الجالية العربية وناديلوس أنجلوس رحلة ترفق فيها مع الرائع الساحر عليا رحلة سهر على تنسيقها الفنان التونسي المغترب سامير كامون كانت رحلة النجاح والأنغام والتعاون الفني رحلة بقيت في بار الضيوف والمضيف على حد سواه كما تخلى على المطرب فيه في بداية مشواره يعتكف الملحن المبدع بعد نجاحا ساحا ينزوي في ركن الكونسرفاتور البعيد الهادر ويراقب من بعيد هكذا بين عشية وضحاها عشرية وراء أخرى يغيب عبد الكريم الصحاب لكن لا يخبو نجم ألحانه بين حكايات النجاح والحب والتألق ترقد حكايات المعاناة والخذلان والغيرة والصداقة العميقة مع الأعلام الاستثنائي ناشيب الخطار وأشياء أخرى هي حكاياتنا في قهوة عربي مع الموسيقار عبد الكريم الصحاب حابد الكريم الصحاب منذ نعومة أظفارك بالحق أنت تنطبق عليك الكلمة نحب نرجع بك للمدينة العربية نرجع بك لنهج البيشة نرجع بك للزنقة نرجع بك الأجواء نهج المر نرجع بك للأجواء هذية الكل أول ما بديت تغني أول بديت نغني عمري سبعة سنين وقت اللي جاونا فرقة هكا والحقيقة في الوقت ذاك ما كانش عنا راديو راديو مع الناش وكنت نروح من المكتب ونتعدى في نعج المر الناصر الززار كان حيا نحييوه كان متوفي قلوله والله يرحمك وكنت أغنية جديدة اليوم كلثوم أنت عمري أهي وكنت نتعدى بين سبعة وثمانية سنين ماقولش سبعة وثمانية سنين ونبدأ نسمع فيها من الخذار للعطار للززار وانا ماشي ثم بعد وقفت قدام ززار وقعدت غادي كانت فترة من ناحية صعبة لأنا ما كانش عنا راديو الظروف العائلية كيفاش كانت؟ الظروف العائلية متواضعة كنت كانت متواضعة بابا كان يرحمه نجار وتعرف والراديو كان رفعية وقتها أي مهنة هذيك نجم أحيانا يخدم أحيانا له فالحقيقة الظروف العائلية ثم قداش أخوات؟ وأحنا ما شاء الله سبعة الله واحد الوالدة الحقيقة يحكيوا عليها كانت مرأة عظيمة برشا مرأة عظيمة أنيقة ومزيينة ومرأة فين ومرأة عندها إحساس عالي جدا ومرأة قال يقولوا لي أنها طباخة ماهرة زيدة اللي يجيوكم من الدهر كل ويأكلوا مكلاتها صحيح الوالدة الله يرحمه شجعتك الوالدة أنك تدخل الفن ولا أي كانت مؤمنة بيك أي كانت مؤمنة ولا كانت تحبني نكمل قرايتي وقلقتهم برشا العائلة بضرب الكمانجا قلقتهم ياسر لنخليهم لا يرقدوا حتى لين حتى الجيران هم أو الجيران كنا نسكنهم حل جيران كانش عنا دار كنا نسكنهم حل جيران دار كل البيت فيها عائل فيناج المر زنك سيدي عبد رووف نحن توصلناك على الوالدة لكن حبيت نسالك زادة في المدرسة قلت الوالدة كانت تشجعني وتحبي نقرأ في المدرسة الابتدائية عنا صورة لك في المدرسة الابتدائية في مدرسة نهج دار جلد دار جلد فرق اسم أنت وعالهادي حبوبة قريته يعني تصويرها جماعية قسم لكل والهادي حبوبة موجود وقتها ما كنتش نعرفه منه طبعا هو زادة كان كن أصحاب القسم وكاوة ما بعد ثمش كون وريطه تصويره قضي قلي هذا الهادي حبوبة راه بعد فوق وأنا في الأكروبيل لوتا فقرينا فرد فرد مكتب يعني فرد قسم والمعلم ممتعكم في التصويره؟ والمعلم ممتعنا هو نتفكروا بتوى سعاد ناجي التاجة اللي هو هو أبو المطربة سندس تاجة معناها شو هالقسم شلم أبو فنانة وزوز من كبار الموسيقيين والفنانين اللي لحقيقة غيروا المشهد الموسيقي في تونس الهادي حبوبة في مجاله في المزود طبعا وهدي فنان كبير والعاب الكريم أصحابه في الواتري عاب الكريم أصحابه لحقيقة من المدرسة والأجوة هذه كنتي بديت زادة تعزف أول مرة الوالد يهدي لك نايب خمسين فرنك وبديت تنطق فيها كالنائي هو نايب خمسين خريته من جملة اللي عب الكل اللي لقيته من قدامي شريت خمسين من نصبه معناها عياد يوسين ديما ولكن البهتة متاع العائلة أني بديت نطلع ما كالنائي هذاك عادية الأغاني بتاع صالحة صالح اللي يكون في المزموم مقام المزموم لأن الناي هذا ما يضرب كل مزموم مقام المزموم فطلعت بالله يا أحمد يا أخوية طلعت أليف يا سلطاني وغيرها من المقامات اللي وحدي حتى حد ما علمني وكنت بهتة متاع العائلة وجيران كذلك كيفاش من ناي هذاك صغير هذاك لعبة يطلع الأغاني هذي المشهورة فاولة ومغرومين مقرور يضربلنا هذي عاسفلنا بالله يا أحمد يا أخوية عاسفلنا هليف يا سلطاني قصر لهم العشويات وليت معناها ما كنت ناي صغيرة طفل عمرك تسعة سنين تقريبا في لما عائلية في عرس في فرح عاي طولك طلعت غنيت لهم عود تعيني لا أنت عمري أنت عمري على أول ما طلعت أنت عمري غنيت لهم أنت عمري غنيت لهم أنت عمري كاملة وكانت وقتها تم فرقة محترفة جابوها بش تعمل مناسبة عائلية فغنيت أنت عمري من أولا لخرح اللي أنا كنت نحفظها من عن ززار والعطار وأنا ماشي مروح فقعدوا بهتين كيفاش نغني أغنية كاملة باللوازم متاحها بالموزيكا متاحها بكل شي فمن وقتها وليت مطر بالعائلة وليت نغني للعائلة يسكتوا وأنا نغني لهم بعد بديت تفكر أنك تسقى للمواهبة أنك تتكون أنك تلتحق بالمحاد الرشيدي أنك محاولات منه ومن غادي الحقيقة هي اقتراح متاع أخويا الخبير عمري تحابو اللي هو قال لي كيفاش يجب أن تدخل المعهد ولا الرشيدية ولا الحاجة تتأثر نتأثر ونتعلم الموزيكا على قاعدة نحييوس يا عمر أصحابو ففعلا مشيك الرشيدية عمري تلتحاش وشوية وعديولي الامتحان سي صالح سي صالح المهدي زرياب ونتفكر سي قدرس العرفي معاه وأساد الظخوري نسيتهم وغنيت لهم أجمعوا بالقرب أشر ما ونتفكرها قريتها في البرمير عنها hizo جوندير وأعجبوا بالأغنية ونسحاي بش يخذوني بش نولي نغني ووقت الامتحان بش نولي ندخل نقرة كانوا يخذوا الموهوبين باش بش يعرفوه موهوب ولا لا يزم يغني لهم أو يوزن حاجة بيدو بش يعرفو كيفاش يوجهوه وفعلا عجبهم الأداة ودخلت لرشدية في قسم شنوردين خروبي اللي نحيي أستاذي وتقول لي في اللقاية التحذيرين وعندوا فضل كبير عندوا فضل كبير شنوردين خروبي أنه أخذي بيدك اللي أنه أخذي بيدي وهو اللي أول من أعطاني الكامنج قطلي تطلع حتى الحمام لنف للتدرب ودخلت قبل الوقت بش تاخذ فرصة تقول للحارس حلي المحل نتعلم معهد الموسيقى بش تتدرب أقبل الناس في غرغور القايلة في العمر هذاك كان يعني اللي في عمر يانا كانوا تكونوا في البحر يعوم لكن أنا جاء سي نوردين اللي هيذكروا بالخير واعطاني الدروس الأولى متعلي كمان جاء قال لي ما تمس إلا هذي عايش وانتي سبوع الأول في الأوتار الكل وهاني ماشي أنا بش نغيب جمعة ونجي نحب نجي نشوف القوس متاعك باي وسبوع الأول تمشيها على الأوتار الكل كان اللي عملها كاكا ولكن جيت نشوف نلقى كنقدم صبعي نلقى نغمة أخرى كنقدم صبعي هذا نلقى نغمة أخرى فوليت نطلع في حاجات ما قليش عليهم هو تخرط تخرط ففي جمعة وليت نضرب في أغاني بعض الأغاني صليحة وبعض الأغاني المشهورة وقتها فمن بعد جاء رجع مصفر سي نوردين الخروب أه رجع مصفر رجع مصفر أيه قال لي وريني كيفاش خدمت أسبوع الأول على الأوتار الكل والثاني والثالث وبعد بديت نضرب في حاجات ما كانلوش على بال فقط بات قال لي أنا قتلك أضرب قال لي قتلك أملا يلقاني نضرب في المقدمة أنت عمري وفي المقدمة وان أنا نضرب علاش لإني كنت نمشي السباح للحمام السوري كنا نقرر الحمام السوري نعرش توا مزال أو لا في حمالوف واللح لح بالعساس ونبدأها من السباح حتى العشية نهز معي كاسكروت حتى ليني سكر الحمام السوري وأنا نضرب النتيجة أنه السكان تقلقوا مني خالوا هذا يجينا السباح غن 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 غني قوامنا على السباح وفي القائلة وفي القائلة لا يرقد لها حتى شيء يا أخويا بعدوها لنا أخويا فتلزوا وقتها اللجنة الثقافية تحملهم في أنه يعطيوني الكمنجة إخويا هز الكمنجة وخلي السكان وخلي السكان يرقدوا لأرواحه وفعلا هزيت الكمنجة واللوط العائلة هججت السكان لأخرين العائلة وجيرين تعال عائلة يا عبد الكريم نقص شوي شوف بلا سخرة بش نقيلوا بش نرقدوا وأنا كما يقولوا جر الطوب رض الطوب وأنا نعزف غن 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 هني طلعت انت عمري هني طلعت من غير تعليمة من غير حتى دمغي موهبة لكن تقدمت وتحسنت وبشاهدة أستاذك لأن رشحك للسيريذا القلعي لا مشيت وقتها الرشيدية في المعد الرشيدي بديت بديت تتدرب في المعد الرشيدي بديت ندرب ونعلم السلفاج اي اطورت التجربة يعني ووقتها الرشيدية يدخلوا فيها الكبار واعتبروني أنا صغير من نجمش وتحولت للكونسرباتور ناسيونال مشيت للمعهد الوطني للموسيقى اللي هو فين وقتها وقتها في شرع محمد الخامس ولكن الكبانجة قعدت نعزف ديما في الحمام السوري في حام لنف من بعد أنا نعوم نهار في الحام لنف وجاني سينوردين الخروبي قال لي لا ايجا ما كنتش نتصور أستاذي يجيني للحطان للبحر للشط يا باطلك للشط وشي قول لي ايجا فقعدت بيها تخرجت حيب الندرج تم قال لي لي لا تخدم مع رضا شكونا رضا رضا القلعي وانا وقتها رجعت للبحر تحس روحك مليك الموسيقى في تولس لا تربط شوية معنا خط رضا القلعي وقتها نسبة عدمية سمعان قمى سوميتي اي انا قطلو ش نخدم مع رضا قال لي تخدم لي لا مع رضا كي قطلو من نجم قال لي تخدم مع رضا لو نعرف كتقول من نجم شانتي كتسكر الحاجة وترمي المفاتح في البحر ذاكري وقبل لا ما كنتني شوية رهبة اكيد لي فاش نخدم مع رضا قلعي ففعلا قال لي في الليل نجيك بالك رهبة حبك لابس سوريا بيضا وسروال غامق مش نهزك ومشينا نسيت فين في اظن في ثانية وقتها يعملوا العوادات في السواني طاولة كبيرة وقتها فيها نتفكر هادي القلال الصفية الشامية عليا نتفكر لزيكان لا لا نسمع بيهم تسمع بيهم سمع ترقى روحك فرطة ونلقى روحي في فرقى تخت معه ولده من جي معناه فالحقيقة ترهبت شوي شنضرب وانا تولغاني نضرب وفيها نخبش فيها مش نضرب مش مش اللي يقع وقتها صدفة من عرش كيفياش ريضا القلعي تقطعلي وتر في الكامنجة والاغنية كانت اسمها نرجعلك لازم نرجعلك وفيها سلو غليساندو نقولوا احنا رفع رفع يكن يام وتحرك sorry ويركب فقد رفعت الع端 عزفين بحضائي تحرك حتى حد توكلت انت expansion ولقد كنت انى ان اعرفه أقلت هو هم فيه حتى ما شاي نزلق صبعي هكاياته افتا افتا حتى اني رقيته يا مهوش ممن يقول لي صحية يا رجال صحية يا رجال ويعمل لي هكاية وباسني هذيكه ما ننسهاش ابدا السلوه هذكه منتع نرجع لك لازم نرجع لك ما ننسهاش اللي قالولي للقلعي وقعدت في بالي هذيكه ما 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 تنحنش ابدا شجعوك في البدايات نحس نحس نحن نلقيت تشجيع ملقيتش معنى عباد اللي عطلتك لا لا لانو الوالد اللي هيرحمو كان موسيقي مش معنى موسيقي غني صحيح نتفكر يقيمنا بالسلامية اهي يقيمنا في البيت كل نسكنوا في البيت بركا اهي العائلة كاملة الظروف كانت صعيبة لكن ما شاء الله خرجت رجال وانساك البيت يقيمنا بالسلامية باذكار متع السلامية اذكار مدايق انتي تأذن زادة كنت نأذن ايه؟ كنت تأذن ومره أذنت اقبل الوقت البغر باربع ساعة غلطة غلطة أحكيهم أحكيهم للسادة المشاهدين أعملنا الأذان نحبهم يسمعوا صوت الأذان غلطة فكرتهم فترتم قبل الوقت وعملة من سهاش هذهكة عملة ميش بها بكل وعمري تسعة سنوات عمري تسعة سنوات وأنا حافظ الأذان متاعي الشيخ عليك برق الشيخ البراق والصوت قريب ياسر من الشيخ البراق فأردنت وأنا منعرش للراديون منسكر هما يمشيوا بالوقت فقلت قلت الواحد من جيراننا قلت ضرب المغرب قال لي هاي هاي ضرب هو اللي غلطني رفعت أنت الصوت يا أخي أنا قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شو كملت الكل نرفعوا لحضارتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وضواحيها تقبل الله صلاةكم بمزيد بمزيد الأذري والصلاة الدار اللي كلها مش هيد فترة الشربة اللي هذا نزل على الشربة والآخر نزل على المريض وحسنتم الدار معناها برشة عائلات برشة عائلات حدش منه إفطار في رقبتك نهارات برشة أنا ما نقصدش ولكن من بعد تم واحد حل الراديون وجاء الأذان لي بي الفاتح قلت لها الجارة قلت لها للسيدة مش قتلي ضرب المغرب قلت له هاي سمعتو كيفاش تهاوض رب توا بعد الدرجين والاربعة ساعة يعني فترت الجيران الكل هربي سيئبك لا والله يغير مقصودة وذلك ما ننسهاش ولكن هربت من بال لأنه عرفت مش يعملوني حاجة لأنه عملة مش بي أكيد وهربت ورصاتلي بيت في الكريتة بتاعلي بيع الكرشة عندك ذكريات مع الززار مع الكرشة يظهر لي مع الفرنقي بابو في ناج المركن وبرشة ززارة غديكة وفي الليل يخلي الوحدة متاعه غديكة البرويتة متاعه غديكة ملقيت وين تخبأ حتى لين بابا قال لهم بربي سامحوا أنا ما هوش بالعيني وندرش نوه كيفي كيفي فترنا لكل واحد رأيهم هوش بالعيني الله ونيات وليت عاملة يعني يعني ما هيش مقصودة ما اسموه لك أقول الله غاني الله غاني وصلت وليت تخدم في العوادات وليت عوادجي وليت تضرب على الكامانجا كامانجاتي 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 وفي نفس الوقت تقرأ في المعادة الثانوية ولكن قاعد نقرأ ودخلت كونسرفاتور وفي الكونسرفاتور ولكن بديت وقتها نتعلم جرانة غربية نتعلم وليت نعدل ميلاريسول جرانة غربية خاطرهم بعد زادة بشلت حقب اللوركستر السامفونيك وكانت قريفية مادان فاسيفا هذي تشاك تشاك ومرة عظيمة مرة عظيمة على المتني ملداء وساعة ساعة هي تخرج مش تمشي تعمل قاهوة هكا ولا تشرب ولا حاجة من القسم فانا نستغل الفرصة مش نضرب محايا العراق ونضرب التونسي وتسمعني تجي تضربني على يدي تقول لي ما قلت لك شاذرة باك بالمصر التزم بالدرس التزم بالدرس واضح ووصلت بالجداءة في العز في الغربي ولكن كان ديما شرقي والتونسي ديما ايش بدني ساكنك ساكنك ماليك نخلت العام تلباك عام تلباك عديت والعام كامل وانت عرابا عرسيت وحفلات ونفس الوقت في الرشيدية في الكونسيرفاتوار يعني وقتك ملياني متاع انسان متفرغ للفن مش متفرغ للدراسة سبعت عشرين سنية ثمنت عشرين سنية مش عدي الباك ووالدك ياخذ موقف منك اي بابا ولي رح مقلي قبل شهر من الباك يجب زمك تاخد الباك اخواتك الزوز اخده الباك من فهم شي يجب زمك تعدي الباك ولي ما نعرضش عليك وانا نعرف الكلمة اللي يقولها الوالد زادا محبة كبيرا انا اكيد الانسان يحب والدي لكن نحسك تتأثر برشا كي نذكر الوالد والوالدة قبل شهر ونص كان ما عندي حتى كرسة كرسة ما نكسبهاش من الفرنسية من الجيوغرافية من الإستوار كنت باك لاترا رساتلي يجبني نسلف كرسة لكن شكومش يسلفني كرسة وقتها ناس كل تراجع لو وقتها نفهمش فوتوكوبية لا تم الفوتوكوبية لحدش يجبك تنقل وحدك استغل بعض أصحابي اللي بدأوا يراجعوا للمات ولا للإستوار ولا الواحد ونقلوا مثالش يعطيني الكرة اللي انتي مت متراجعوش اليوم اه وقاعد ننقل ونراجع ومانطان فاهمتك ومانطان ما عندي حتى شاي ما عندي لكن كنت باهي الفرنسي في الفلو وفي العربية هذوما كنت لامع فيهم نحضر فيهم ما عليش نحضر فيهم لأنه كنت في المات نجي من سهر من العربون يقول لي الأستاذ يا عبد الكريم ده شنو واش صورت البرح وقتها أنا نصور خمستاش نمية وستاش نمية آه ثروة معاك نجبدهم ونحطهم فوق الطاولة بالنسبة للتلام ده حاجة كبيرة وقتها اكي هاو كان نخرج نخلص على أولاد القاتو والميلفاي هاو كان نحضر في بعض المواد هاو شاف دوك لازي حطني حاذر فنقلت لي نجم بالنسبة للباك هاي مقرب الامتحان لكن ما نرجمش النقل كل شي في شهر نصة و بديتت عدي فالصدقية عديت مليح المواد الأولى فمن بعد جيت لل كنا نقلوا لهالطبيعيات والحقيقة طحت 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 الضغط معناه الضغط ايه متعب خاطر وصلت نخدر من 22 على 24 ساعة نقل ونحفظ ضغط كبير تحت لان بابا قل لي ننجح هزوك للعزيزة عثمانة ايه للإسعافات الأولى الإسعافات الأولى فقط بي بوقتنا نتفكر مليح قلم سينرفو اه ماهوش عندو شي سينرفو تعب معنا تعب إرهاق كبير ياسر الضغط على روحه لا توصف اه حقيقة ما كاملتش الباك وقتها و اه ارتحت شوية بالنسبة لوقتها بقيت جوان وجوي وقوت ولكن قاعد الراجعة أنا في الفرش وقاعد الراجعة اه وخليت الباك في سبتمبر أجورني اه مؤجل اه لكن خليتها في سبتمبر فرحة كبيرة في الدار حاسي تروحك اللي انت نجحت في الميدان في الدراسة وكذلك في هوايتك اه وحبتك عشقتك الفن اي العام اللي بعدو خليت ديبلوم بتاع الموسيقى العربية اه وخليت الجايزة الأولى في الكمانجة اه وبيت القرعات وقتها بعد لا من الأول اه كنت في الوركاس سامفونيك اه ونرر في العوادة طبعا شكونا الوقت هالمايسرو شكونا اله وقتها واحد اسمو جونبول نيكولي اه فرنساوي اه وفرلي العوادة خاتري زيب ينصور فلوس ما عنديش اه نين مش نصور لزيبني عوادة قايم بروح كاي اي قايم بروح يقول نعطي الوالدة للرحم هوا افهم اه من بعد اه بديت نسلم شوية شوية في الكمانجة الغربية و اه ودخلت لرشيدي بتبيع خدر انت تتدرب على الكمانجة الغربية وفي الليل تمشي تستعمل وفي الليل نبدل تعديل اه نبدل تعديل ونضرب عوادة ترجع شرق نضرب عوادة اه ونضرب فراشدية اه وقت سي صالح له بالرشدية الله يرحمه اه وكنت كمان جاتي في الفراشدية وكنت ساعة ساعة نغني اه يقول لي سي صالحة الله يرحمه يقول لي تي 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 في عليش ما تغنيش وانا كنت حتى انت كنت في المجموعة الصوتية يسمعوا صوتك كترة الدولة كنت نغني ونضرب اه ونعزف نقولوا احنا نضرب اه نعزف ووقتي تقول المجموعة نغني معه نغني مع المجموعة وفي الوازم في المحاسبات نقولوا نضرب معهم الكمانجة اكيد يسمع صوت جميل يسمع صوتي وصمع صوتي في الامتحان اي في الامتحان دي بلوم ومتي عليش ما تشجعت شو بتيت تغني لا بش نوصل لطول النجوم الغد مش نوصل هنا نجوم الغد اي بش نوصل نجوم الغد كان حقيقا الميزاج متاعي نعرف اللي نعرف نغنيه ولكن الميزاج متاعي شوية حشمه نغني ولكن من اه ما نجسرش بش نغني قدام برشة برشة ناسة ودخلت للكونسرفاتور لا نقري في المدرسة الثانوية في جرنباليا أول ما بديت نقري قلت لك بديت تقري في جرنباليا في جرنباليا وبدأ برنامج نجوم الغد وقت لايبي عليه السريتي اللي رحم الله يرحمه أستاذ لك الكبير أستاذ أعواجي كبير برشة أعواجي وخلي عمر أخويا قلها ليش ما تشاركش فيه قلت له كيفاش توانا أستاذ وكذا وتلامده تحب منغضه الحاجة جميلة لأخي قمسي عمر الخضر هو شجعك سواء بيش تطخلت لتحقب المواحد الرشيدي شجعك للمشاركة في نجوم الغد برغم أنه كان وقتها إعلامي كبير وسياسي كبير وكان حتى معناها في مناصب محترمة جدا فما عبيدي يقول لك سياسي أخوه هو فنان ولا عواجي ممكن ولا كمنجيتي معناها ممكن يقول لك لا ما يشجعك هو كان مشجعك هذي الحاجة الحوى فيه أكبر مشجع عليها هو عمر صحابه لتوى ولتوى ما تغش عليها كيفاش ما رجعش لت الحين لتوى ديما ومزاج وتقلب كيفاش ما نقول لكلام قلت لعمور كيفاش توى وجاء اليوم الموعود وجاء اليوم الموعود وجاء اليوم الموعود ودخلت ودخلت مش مش تغني سياسي عبد الكريم ما نعرفهم مش باهم فرق لي ذاعي نعرف البعض على خطر ختمت معها مع وادة أنا دخلت للميدان وقتها ويعرفوني شنوه عبد الكريمش جي تغني تاوا مكجريني نعرفوك كمان جاتي فاقلت للمش نغني هو صحيح الهوى غلاب يا ولد قادم على جبال البقدوم اهو صحيح الهوى غلاب في نجوم الغد لكن غنيتها قدام عمر وواحد أصحابه من زملاءه قال لي هذي يتغنيها فبرفت عليها لولا تحافظين مليح وقتها حتى نعرف الاغلبية متاحهم وليت نعرفهم اه وقت لي غاعد تعديت في نجوم الغد الدربكي والكمان جاتي يا بونها كبر مني ولكن نعرفهم اغلبية خدمت معها مع وادة او ثنين او ثلاثة اه وكنت مفاشئة لجمهور كبيرة برجة كفانت كانت للحضور ولجنة التحكيم وكل وكل الكل ثم ناس يتفكروا لتوى البساج متاعي في نجوم الغد هو صحيح اللي هو غلان كيفاش غنيتها وغليت العود وغنيتها لكل الكلها يوم المفروض انت تغني مقطعك هاو في المسابعة نورمال مقطع لا خلاوني نغني الكل سلطنت سلطنت لكلها وتسفيق وندر شنوى ونجاح من غدوة اصبحت على النجم المطرب عبد الكريم اسحاب اصبحت النجم المطرب اللي غنى هوا صحيح اللي هوا غلاب ما كونش نصدقتها وانا غنيت بلي نعرف معناها مش ولكن اقنعت اقنعت اللي قاعدين منهم على سريتي وقتها ونتفكر موجودة عدنان عدنان على اول مبدأ اي عدنان نشواشي اي نحيوه سي عدنان اي اي نحيوه طبعا اشتركوا في القناة 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 يا البياء اشتركوا في القناة 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 في الشارع باريز. ايه. هو سونيا مبارك. زياد غرسة. هاي. هذو ما الاتلام ذا اللي وقتي. يعني خلينا نقولوا آآ من ألمع الأسماء اللي موجودة في الصحة الموسيقية والفنية آآ تلمذوا علي جين عبدالك مسحاب. العديد منه مش. ما العديد من اللي لمعهم بعد. و نقول لك الواقع أني أني قريتهم مش حاجة كبيرة رو. لأنهم هم موهوبين من الأصل. فأنا يعني عطيت اللي عندي البجاج اللي عندي. معلومات اللي عندي. معلومات اللي عندي. ما للهي للهي ومالي قيصر اللي قيصر. ايه. لهذا الواقع. هذا الواقع. لأنه وقت يبدل التلميذ موهوب. فيه سعي آآ يتلقى المعلومة. ايه. ويبني عليها. ايه. ويطورها. وكنت مغروم. كنت مغروم برشا بزياد. ايه. غرسة كان من أبرز التلام ده. توا صديق هو توا. ايه ما زياد زادة عنده ابوهم بيدوا مدرسة معاه. في الده. مدرسة كبيرة. ايه. ولكن قراء عندي صلفاش. ايه. وكان يجيني عمطار. الله يرحموه. الله يرحموه. نعم. ويشكرني. ونقول لي رأوا زياد يحبك. فهمت وديما يحكي عليك. وكذا وندرش نوه حد تنيني. وكسر انت بعد ما عملتش موسيقين مع زياد غرسة. مع زيادة اللي غالب. ايه. ما 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 بتاتش. لكن ان شاء الله كي نلقى نس باهي لمش لحلوا ان شاء الله. زياد غرسة. فرصة. فرصة ما لضيحيش. اه. العديد من من اللي موجودين توا في الساحة. افتخر اني قريتهم. انه حتى ولو عام. حتى ولو ولا عامين ولا ثلاثة. الكلهم نعتبرهم. وتوا اصدقائهما ما همش اه. يعني. هو لما حلا من علمني حرفا صرتوا لهو عبدا. صرتوا لهي صديقا. نعم. نعم. اي. الحقيقة. اه. فتنا احنا الدراسة الجامعية من الادبة العربية الى العلم النفس. الى شنو البرانش الثالثة بعد اخرجت. اه. اعملت سوسيولوجيا. سوسيولوجيا اي. فالكلهم جيت ندخل للعربية اه. ولا يقرر فينا في النحو والصرف. بعد ما كنت نقرأ في المتنبي والمعري. في القصائد. والشار. وارك عصية دمع. وارك عصية دمع. وارك عصية دمع يشي ماتو كالصبر الاخيري. اه. من الشار الوياسة نحب الشار. ولي دخلت كل شعلي يا نقرأ في النحو والصرف. قلت هكا الجامعة على العرب. خرجت. اه. من الدرس لولاني. اه. ما اهضمت هاش. وش سوسيولوجيا. علم للشماع. سوسيولوجيا قعدت شوية لحقيقة. ولكن كنت اه. الرشدية منشيرة. والكونسيرباتوار منقرية منشيرة. فما كنتش نجم نحضر الكل. من بعد كذلك الدروعة. الدروعة تغرمت بها. اه. حقوق. بالعربية نقرناها. اه. اه. وكان اه. يقعد بحذاية. الجامعة وقت هاوين. اه. في. الكمبيوس تاوين. في الكمبيوس تاوين. اه. 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 نتفكر زميل الدراسة سيشاد ليبنيونس. اه. هو كم. استاذ الجليل القدير نحييوه. اه. اه. اللي عنده حس فني كبير ورجل مثقف. اي نعم. اي نعم. اي نعم. صديق المثقفين. صديق المثقفين. اي نعم. وكنت اه. نقعدوا بحث بعثنا. واكا ونتكلموش وهي. حتى بعد. جيت نشوف نلقى. ما نجا مش نتبع ياسر صعيبة. وانا نسهر برشة. وما نجا مش نقوم. فقلت شوف. الدراسة في الجامعة. يجب وان نختار في الحياة. يفوش وزير. اي. يفوش وزير. يا اما موزيكا. يا اما. ونقل فؤادة كما شأت من الهوى ما الحب إلا. وانت الحب الاول هو الموسيقى وهو الفن. اي. كبرت الحلمة. وليت فداية. وليت النجم. وليت عازف متميز. وليت اكاديم وتدرس. استاذ موسيقى. والحقيقة الحلمة ماشية وتكبر. كيفاش بدات الالحانة الاولى. نعرف اللي اللحنة الاول اللي تغنى والاخذية جايزة في مهرجان تستور للمالوف. كان بأداء الفنين شادل الحاجي. وزوز فنين اخرين او تاتة فنين اخرين. كانت اغنية جباعية كلاوك في فلوسك فيها. ما خلصوكش. بش هادت شادل الحاجي. لكن نحب ان نمشي لك قبل شوية. اي. باش نخل لك اللي انا عملت على الاقل ستة اغاني لي انا. اي. لحنتم اغنيتهم بصوتي موجودين في اليدعاء. اي. كلمات الشابة اه صلوات في هيك الحب. او الاغنية ذيك. انتي لا تعلمين. واني مالك روحي وعينيها. وغيرها ومش غريبة. هذو هم الكتل. الكل اللي كتبهم لي حبيب محنوش. اي. اي. وبدأت وقتها ما صار متاع. مطرب. ولكن جيت نشوف وقتها قلت باسة. كمطرب ما ما مشتش. حسيت ما ضربتش لغاني. لا اي. مش لازو. قلت كمطرب خليني نقري. اه. وكان هكا كمش اللحن نعلم اللي بشغني لي. وذا وكا كايزي في البرك. سدي جابيان. و. اما القرار هذيك كان فيه كنو احباط. انسان. لا اي. خليته عن مذر. خطر نحسك انتي اي حاجة تأثر فيك. اي. حسك حساس برشة. اي. وقراراتك. اي. ولكن. ولكن في العوادة كنت نغني. في العوادة. متشجع ذيك. اي. شنقا مع جميع اخلاح ذيك. اي. هي عوادة عوادة. ناخد العود. ونغني. خلولي عاود 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 عاود. وندرش نقش نعاود. انا نحضر غناية هكا هو. اي. من بعد. وقتلي اه. تركت الغناء كمستقبل. كمهنة. تلقى روحك دائما امام خيارات كل مرة تطيح. لكن ديما نحتفظ بصوتي. اي. ونقول بيه مانا. ونعلم بيه بالقداء. وحتى لين اه بعد لغاني هذيكا اللي انا نسيتها الحقيقة. اي. ما اي طولي برشة مرات اللي داعي وتلبزة باش نغني واحدة منهم. وما حبيتش. اي. خليهم في الخزانة. وقررت التلحين. وكانت من الاول لاغاني وقتلي انا نقري في ناس زركون الشيالي الحاجة. زهير بالهاني. اي. ولحنت اغنية في التونسي في مقام الرمل اسمها ناداني على البعد غرامك. اي. وسماعة التلام دا. وقتها جاء مهرجان تستور. اي. الموسيقى. اي. ومهرجان تستور فيه مسابقة. اكيد مسابقة. ويبقى موعد مع الاغنية التونسية. موعد مع الاغنية التونسية. كلمة ولحق. فالحقيقة الشيالي الحاجي قرب لي شوية. اي. يقرب لي مش كتلمير كصديقة. اي. واقبلت وانا حقيقة لانا. اي. انسان طيب الحقيقة في الواقع. موعد مع الاغنية التونسية 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 التونسية. هاي؟ قطلبو على بركة الله على بركة الله وعلمتالو وعمل هو قال لي رو بش اشارك معايا فلان وفلان وفلان عازفين خماسي منهم الحبيب الرئيس يضرب الكونتر باس و جرايني كم من جاتين قسمتالهم معناها؟ عملتالهم توزيع باهي توزيع باهي مشاوا بيها التستور واخداوا الجهزة الأولى هاي؟ ربحوا أربعمية دينار أنا سمعت وقتها في الوقت ذاكرة أربعمية دينار فروة عندهم قيمة مشاوا فانتقوهم وكلاوا بيهم الكاسكروتات والقطو وشربوا وكلاوا ومعطاوني حد شي بزمحهم توه ولا ليه؟ فادلك نقولها مهمشي قلت لما اخليتوا الجهزة الأولى المفيدة الغناية مشات ولا سيليو بيوز امبورتان حاسيت روحك هذك أول تتويج؟ هذك أول نجاح عندي أنا في التلحين؟ وحاسيت ثم ثنية متع تطريز المقام التونسي بالشرقي تحلت لك ثنية في البحر نقول واحد ثنية فقت بها كنت خطر الغنايات اللي عملت من روحي شرقي هذك عملت مزوجة ما بين التونسي ما بين الشرقي أي مزج التونسي بالشرقي وتوسيع المقام التونسي بجمل تتماشى مع المقام التونسي والمثال هذك فيقني نداني على البعد غرامك اللي هو في مقام الرمل وأنت الحقيقة تعرفت أنه بذلك التنويع في الجمال الموسيقية يعني ما تشدش نفس الجمال الموسيقية من نوع الغنية الأخرها فما كالتنويع فما أني نمزج التونسي بالشرقي ما كني بش نوسع الدائرة متاعي التلحينية على خطر لو كنت تسمع الأغاني فيهم شرقي متاعي ولكن تقول هم متاع تونسي متونسين علش؟ لأنهم ممزوجين بجمل التونسية أعطينا مثال أعطيك مثال أعطيك مثال يا ناس مثلهم وقل بيمتعاب لهاب شمس النهار النجاة عطية في العرضاوي غدار حاجبين كل شيء اللي الحاجي في الصالح صحيت العديد من الغن من عاشر القوم صار منهم شوي هاي كوني تعرف هاي لكن كلهم بصدقات هذو ما شلي الحاجي بصداقة أعطيته غدار خلينا نبدو مع عبد الوهاب الحناشي عبد الوهاب عبد الوهاب الحناشي في الأصل كان ضابط إقاع عبد الوهاب كان دربكي هاي الحقيقة أمهنتو دربكي هاي وكان ضابط إقاع به يدربكي بهي لا ممتاز ممتاز ووزن مليح 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 والتوى يوزن عبد الوهاب يوزن مليح وكنت أنا في الفرقة القومية للموسيقى أنا لاهب المجموعة الصوتية هاي اللي كانت فيها أمينة فاخد صفية ذكرى محمد وهو كان هاذو مجموعة صوتية روه هاذو مجموعة صوتية أمينة فاخد وذكرى محمد هاي وصفية صادق وصفية صادق كانوا في المجموعة الصوتية مجموعة صوتية هاي أي مجموعة صوتية معناها مش هاد وي آآ ويعني كنت نعلم فيهم في الموشحات وغناوا موشح من تلحيني هاي وفترش غلبي تعال وفترش غلبي تعال وفترش غلبي وفترش غلبي فليل الحب يجمعنا هزدي شاوت أهل أحلام الله في سقون الله بليالي يالي يالي هاي 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 موسيقى نتعلم المجموعة الصوتية كان وقتها عزي العياشي صديقي ما هيب لمناسبة هو مدير الفرقة هاي وكلت أنا نحط عبلوهاب الحناشي بدر موك مش شد لي لقاع وزين وزين خلين و مش هل أصبهeast موسميات هاي ولكن كان ركي برشا وفي ذلك وشوي خبث. تحياتي. خبث. بدأ دربية هكا. ذكاء اجتماعي يتسمى ذكا. ايه. نقلو خبث في الايجابي. ايه. وار ما علي السحبه. انا في اللي قادة حذيري قلت لي كان نجيب حذيري للدار نبدأ احنا انا وعب الحميد الخرايفة انا نبدأ اللحن ولو قولي في الكلمات. سماع الكلمات ننجز عليهم ومخالك بجعرب ينغى نهانا ذي. اه لا. ايه صحيح. ولكن وقت اللي هكا الصداقة متاعنا بدت تتقوى شوي. اه. شوية مشات مليح مليح. و اه ما نعرش كل شبيه هذي ديما في جورتي. انا نوفا البروفا هو في جورتي الروح في جورتي. حتى مش نطلع للدار في جورتي شبيه. والحقيقة استأنست بيه. الحقيقة ما معناها ارتحت له. اه. عبد الوهاب. هذي الواقعة. نفوس ارتحت لبعض. وي. ومن بعد اه 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 في المعهد العالي. نقري في اله السنة الاولى. اه. وعملت املة موسيقية. سميها ناسي سويت. اللي هي المقدمة متاعي ناس مثل مجلبي عملتها ايملة موسيقية. ووقتها بنعرش اه شيطنت لقد عملت هذه قطة طوى ما كتعرفت الحين أجواء أنت والتقسم تاعتك ولقيتهم موهوبين ياسر فقلت يجبني نعجزهم تلامد هادوما لا يجبني نعطيهم قطعة قديمة لا لا يجبني نعطيهم انتقالات صعيبة جاءت المقدمة هذك شوف كيفاش معناها المقدمة ناسمت المجالبة تعاملت تاست ديكتي أملة في القسم التقييم لتلاب التقييم لتلاب ده يعملوا هكاية قال لي ساعب الكريم هذية تاوة عملتها عوضت له قطلوية تاوة ما عايش بتكشى قال لي ليه حلوة ياسر وكملتها كملت الغناية هذيكة وهيتلعب لحميد خرايف ونسجن عليها الأغنية تي را را يا ناسمت له مجالبي علي نجوة تا شدت بعضها الأغنية والحقيقة هي ناتجة عن قصة هيدا شو نسألك انا؟ ما نشف نحكيها حكي لنا القصة خات الأغنية كغلبها قصص وحياتك قصص نحكي لك كل شي تاوة مش معقولة الناس تسمع فينا انا اوه بالحكس بالحكس الناس تحبك وتعرف احساسك المرهف احكي لنا احنا مش نذكروا لا اسمالة شيء هذية كنت هكا عندي ميل فتاة عاشق والهين ميل فتاة وكنا هي ما تعرفش ها فنانة هي لا 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 ما يش فنانة به وقتها طالبة في المعهد لا تقرب للمعهد ما ما يشتها طالبة لا 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 استاذة لا 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 ما نقول اسم اه 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 انا عرفتا يا ناس مثل مجلبي يعلين هوه محبوبي ما يعرف حبي وما يعرف اه معنى هي ما تعرفش يعني الحب من طرف واحد ومش من طرف واحد ما يتسباش من طرف واحد الطرف الاخر ما يعرفش خالي الذهن ما ومحبويته وش عارفه علي خاطر كم يقولوا اسمتها بعلها حب مستحيل يا كاد يكون خطرية صغيرة وقتها نسمى ما ما يهمش الحكاية دي ما عنديش معنى اه عرفتش انهار الي الاغنية على خطر بعد عرفت اش قاتلك من بعد؟ عرفت نحيوها نحيوها ملهمتك تعرف هي تعرف وتعرف روحها بعد ما تعاملت الغناية وبعد ما تشاهرت الغناية عرفت ليها هي وقلت توا هي كبرت نجم نقول لها نجم استوعب محبتي له نجم استوعب لي الغناية هذه كراي موجهة له هي وكانت غناية خارجة من الجواجي وي واللي يوصل يخرج من القلب يوصل للقلب يوصل للقلب ووصلت لقلب الناس وما زالت حية لليوم الغناية مزموم الأغنية هي نسمة المجلبة فيها الفزاني أي خاصة وفيها المزموم موسيقى القفلة هالي مزموم موسيقى 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 عاشق ما نرتاع موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الغنية هذية مزال يغني فيها اليوم عبلوهاب الحناشي صنعت نجما اسمه عبلوهاب الحناشي الغنية بشكنوا واضحين تغنات في مارجين بنزرت تفكروا خلابيها الجايزة لول ومن بعد تشهر بها عبلوهاب الحناشي ولا يغني فيها لأنها فيها الفزاني استعملت فيها يقاع الفزاني ومقترف يقاع الفزاني يشتح تمشي في المهرجانات في العروسات في العوادات في اللذاعات في كل شيء تمشي ولكن نقول لك بين قوسين مش أي فزاني ينشي فيها اشتهاد فيها جملة جديدة يعني هذه الحكاية لها على بساطتها سهل ممتنعة كنت يعني هو التوى عبلوهاب يا ناس متلو مجلبي يقولها العوادات عمرها مشاء الله وبعد ما عودش معاه عبلوهاب شو لي عودت معاه غن سبرك مكتوب غير سبرك مكتوب عمتلو غني وين يا غرامي وين اي هانا لحنتالو عثماش نغني لحنتلو عبلوهاب عبلوهاب افتناشن غني افتناشن اغني يا عبلوهاب وصبرك مكتوب ويا ناس متلو مجلبي وين يا غرامي وين سبرك مكتوب اللتوى موجودة سبرك مكتوب ويناس مثل مجلبي فيها الفزاني وفيها التوى يغني فيهم عبد الوهاب الحناشي وبداية شهر الملحن عبد كريم أصحابه وبداية لجميع طوابير طوابير يخطبونا وده وشوفونا غناية وعطينا غناية هنا نذكر حاجة كنت بعد نجاح يناس مثل مجلبي صبرك مكتوب وخصوصا عودتني على الود ثوريا عبيد الأغنية اليتيمة اللي خليت ثوريا عبيد خالدة في صحة الأغنية تونسية إلى الآن إلى الغدر رغم لأنها ابتعدت وانصحبت ولا ندري وين اليوم تم حاجة من نحييوها ونحييو صوتها وروحها وإحساسها الراقي والعميق جدا الحقيقة تم حاجة من نساهج اللي هاية كنت في الدار ديما الكريمات ناخد من الشعراء اللي كان بالتلحيمة نخرش برجها من نخرش جاني مره عبلوهاب قال لي يا عب الكريم رك معروف رك شنو معروف قتله انت اللي تغني وجهك في التليفزيون وانت ديما ويا نسمعك المقلبة وصبرهاك تشارت وانا جاملين مانين قال لي يا عب الكريم رك معروف ركب ديت تشار قتله سيب عليك الحكاية هذه تكلب عليها ويمكن يسمعوا بي منعرفونيش وانا وقته نظهر مره في القداشة مع نجيب ليره ايه نجيب البرنامج الأكثر مشاهدة في عهد القناة الوحيدة ليا تيما يعني قال لي تارش كيفاه قال ليش نخرج معي وتنشوف ونشوف ها ناكدلك ناكدلك انو الناس دار طبيعي اكثر من عبلوهب اكثر من عبلوهب اعقلوني انا ما اعقلو جوا ايه لانو انت الملاحنش الشاب الوسيم اللي صوته جميل وسيم وسيم ومجل تدي فلور لو الحقيقة احنا اليوم في الاطار الماء والخضرة والصوت الحسن والصوت الحسن والجل الحسن بالعكس والفن الجميل والراقي اكثر من خمسة الاف يعني موضوع صحفي عندك اكثر من خمسة الاف ارتيكل عبد الكريم اصحابه فنانين ما يوصلوش للرقم هذية انسان يحبوا الاعلان كذلك حتى عندك دي باساج كبار في الاذاعة في التلفزة ونجيب الخطاب كانت كل اغنية تلحنها كان يعملك لها تاباج ميدياتيك كبير برشا يبدأ بنسبة الحرية نهار الخميس نهار جمعة الوين واجواف الليل وانا حاضرة اشتغلت مع نجيب الله يرحمه وما تخلت لنهار لحد كان الاغنية الناس ستعتش تحب تعرف شكون بشي غني وشكون ملحنها كل سهلا هنا نزمني نذكر نجيب الخطاب العظيم بالفعل صديقي عشرة نجيبة شو أضاف لك نجيب الخطاب يعني كان صديق كبير نجيب يعني تعشرنا معناها من اللي بديت عديل الروح كانت حكاياتك وأسرارك الكل عن نجيب وأسرار نجيب عندك كل كيف كيف هو كل شي نعرفه اللي ما يعرف حد ويزمني نقول لنا اللي نجيب عنده الفضل وش علي يا برك على عشرات وعشرات الفنانين وغيرهم وحتى العرب حتى العرب كذلك كذلك الفنانين العرب وغيرهم من ناس من المطربين ومن الفنانين اللي يرجع الشهر امتاحهم واللمعان امتاحهم لنجيب الخطاب أذي لا شك فيه كنت صانع النجوم باللحن وهو كان صانع النجوم إعلاميا في كل شي في كل شي نجيب نجيب كان يخوم السباح أنوان وأجواء أي بتاع السباح يوم سعيد يوم سعيد ويحط الأغاني وقتل المطربين نراق دين وقتل الملحنين نراق دين يخدم عليكم كيف إلا أنا ولكن يزمني نقول لنا أن الأغاني اللي تستحق بيش تضرب هي اللي تضرب أكيد واللي ما تستحقش لو كان يحطها مئة مرة أرأي ما تضربش أكيد هذا يا لا وهو كان عنده أنفلاق كان عنده أنفلاق كان عنده يشمها وكان عنده ذكاء وذن موسيقية وذكاء اتصال كبير لا مثيل له لا مثيل وأنا نقول لك اللي نجيب عنده فضل لا ينسى العديد المطربين الموجودين الآن وعديد الفنانين الموجودين الآن منهم أنا اللي ما تقدر ترد وعده يعني زيد أنا كينا هو أنا معناه كعالمية وكي نجيب الخطاب كان نحن صغار وإحنا في قناة 21 كان كي عرضنا يسلم علينا ويفدلك معنا ويحكي معنا ويتفرش فيك ويصلحك ويضحكك على روحك الله يرحمه كان كبير ياسر وعنده ثقة في روحه كبيرة لدرجة أنه يقترب من الآخرين ويمدلهم إيده كان نجيب أنفنومان ظاهرة 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 متفردة متفردة ما احترامي لبقى البقية كل احترامه من كل الموجودين في العاعدة ذاك الكل ولكن نجيب كان فهوزي لإكسپشون عبد الكريم أصحابه نتوقف هنا هذا المساء الحقيقة في جزء أول في جزء أول من لقانا معك اللقاء متواصل والحكاية متواصلة مع عبد الكريم أصحابه إنصافا له أكيد على هذا الغياب الكبير على شاشة تلفزة التونسية ممكن تبعته في الإذاعات لكن في تلفزة في حوار متول هكا عندك مدة علي عبد الكريم أصحابه نلتقي الأسبوع المقبل في جزء ثاني من حوارنا مع الموسيقي مع الملحن مع الأكاديمي مع المطرب عبد الكريم أصحابه مع كذلك صانع النجوم إلى اللقاء بالنسبة للنجاة قدمها لي روف كوك تم تغيير كبير توا ما عادش يمشي أي شي يمشي كان الفزاني ملحن في تونس ليس بمهنة من الجامش يسترزق منها من الكونسرفاتور متاعي تخرجوا أسابه وتخرجوا عازفين ما شاء الله بك النقابات الموجودة لأننا نطلب منها بشأن يتحدوا أنا خمسة ولا ستة نقابات مش معقول خلينا نكمل مع الفنانين وبعد ذلك آتي لهذا السؤال ماذا بي لكن جايين وأنا حضر لك لي هاة هاة اشتركوا في القناة